وصل الرئيس الأوكراني ولديمير زيلينسك اليوم إلى العاصمة اليابانية توكيو في زيارة الرسمية وذلك للمشاركة في حفل تنصيب الامبراطور ناروهيتو وخلال لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي شكر زيلينسك الحكومة اليابانية على المساعدات المالية التي قدمتها لأوكرانيا منذ عام 2014 والتي بلغت قيمتها نحو مليار دولار وذلك من أجل دعم الإصلاحات في البلاد وإعادة إعمار الدنباس ومساعدة النازحين الأوكرانيين كما عبر الرئيس الأوكراني عن امتنانه للحكومة اليابانية لمواصلتها تجديد العقوبات المفروضة على روسيا ولتسهيل شروط الحصول على التأشيرة للمواطنين الأوكرانيين بدءا من يناير 2018 هذا وسيعقد فلديمير زيلينسك اجتماعات مع وثري البرلمان الياباني وقطع الأعمال كما سيلتقي بقادة الدول الأخرى المشاركين في الحفل الإمبراطور المئة والسادس والعشرون لليابان ناروهيتو كان قد توج إمبراطورا لليابان في الأول من مايو الماضي وأطلقت على حكبة حكمه لقب الوئام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر